الاصلة طبعا هذا يرجع جذر ناثمين على ثلاثة ينزل هذا يرجع جذر الأس على دليل الجذر اللي هو X تكعيب زائدا C التربيع جذر التربيعي هذا فيرجع بهذا الشكل زائدا C تمام اللي بعده اللي هو تكامل الواحد على ثلاثة الواحد على ثلاثة طبعا X قلطت هنا نقلق الورقة تكامل X واحد على ثلاثة للDX فاش راح يصير عدي شوفوا طلاب نضيف للأس واحد شوفوا طلاب بعد ما ضفت للأس واحد طلع أربعة على ثلاثة X على أربعة على ثلاثة أستاذ هذا مين يجيه هذا مين يجي الأس الأس ضفت له واحد وعلمتكم شون تبسطوني الكسر بعد ما ضفت له هذا قسمت على الأس الجديد بعدها راح تقلب عملية القسمة إلى ضرب فيتحول الكسر يصير ثلاثة على أربعة في X أربعة على ثلاثة زائدا C واضح الفكرة بعد راح يصير ثلاثة على أربعة هذا أرجعه اللي هو الجذر التكعيبي الأس على دليل الجذر الجذر التكعيبي 4X زائدا C في هالشكل ها خاف لا أفتهم بعدها راح ناخذ ونفهم بعد أكون مثاليا الكسر